فصل شتاء بملامح صيفية هذا هو حال السحل الشرقي للولايات المتحدة مدينة شيكاغو شهدت ارتفاعا واضحا في درجات الحرارة وصلت إلى أكثر من 20 درجة مئوية في الأيام الماضية وهي الأعلى خلال 100 عام مضت مختص الأحوال الجوية لم يقدم شرحا وافيا للأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة إلا أنهم وصفوها بأنها لا تصدق مضيحين أن غياب الثلوج سيستمر في الفترة المقبلة ما يهدد الإنتاجية الزراعية المتوقعة لهذا العام العكس تماما كانت تعيشه مدينة سان أنتونيو بولاية تكساس حيث أصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح طفيفة جراء عاصفة قوية ضربت المدينة متسببة بقطع التيار الكهربائي عن قرابة 25 ألف منزل ومركزا للأعمال كما وصلت سرعة الرياح فيها إلى أكثر من 80 كيلومترا في الساعة مع كمية تساقط للأمطار قدرت بـ 38 مليلترا أما كندا فقد ألغت مهرجانها السنوي الخاص بالتماثيل المنحوتة في الثلج بسبب موجة دافئة غير معتادة تسببت بذوبان التماثيل الثلجية التقالبات المناخية وصلت إلى القارة الأوروبية حيث تعرضت مدن الجنوب الإسباني إلى أمطار غزيرة تسببت بحدوث فيضانات غمرت الشوارع والبيوت ومواقف السيارات وقد سجلت خدمات الطوارئ في أحد المدن ما وصل عدده إلى 200 تدخل لحوادث مختلفة في يوم واحد وفي الهند المعروفة بأجوائها الحارة عموما سجلت الأجزاء الشمالية منها انخفاضا واضحا في درجات الحرارة لهذا الشتاء وصلت إلى ثلاث درجات مئوية مع تساقط لكميات من الثلوج وهو ما ينتظر أن ينعكس إيجابا على المردود الزراعي للبلاد في هذه السنة أفغانستان هي الأخرى شاهدت عواصفة ثلجية وأخرى منطرة قاسية جدا تسببت بمقتل ما يصل إلى 50 شخصا خلال ثلاثة أيام من بينهم 25 من رعاة الأغنام الذين فقدوا في عصفة ثلجية هذه العواصف تسببت أيضا بتدمير أكثر من 520 منزلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر